أكدت مصر وأسبانيا رفض التصعيد العسكري في قطاع غزة وحذرت من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخيمة وخلال استقبال سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير الخارجية الأسباني أكد الجانبان رفضهما لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وأشددوا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الإسبانية خسيم نيوال البارس بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الإسبانية نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الملك فيليب السادس ملك إسبانيا ورئيس الوزراء بيدرو سانشاز وهو ما ثمنه السيد الرئيس مبادلا التحية والتقدير للملك ورئيس الوزراء الإسباني ومؤكدا اعتزاز مصر بقوة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على مواصلة أطر التعاون القائمة وتوسيعها خاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون التنموي والاستثماري وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الأوضاع الإقليمية حيث أعرب وزير الخارجية الإسبانية عن تقدير بلاده وأوروبا لما كانت مصر كقوة إقليمية رشيدة تعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط منوها وجه الخصوص للدور المصري المسؤول منذ بداية الأزمة في قطاع غزة وحرصها على دفع التهديئة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين فضلا عن موقفها القيادية عالميا بالتصدي لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع رغم العراقيل الشديدة في هذا الصدد وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمن من جانبه الموقف الإسباني المتوازن من الأوضاع الإقليمية خاصة موقفها الداعم للحقوق الفلسطينية العادلة وإرساء السلام والأمن المستدامين بالمنطقة وأكد الجانبان رفض التصعيد العسكري في القطاع وحذرا من أية عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لما ستسببه من عواقب إنسانية وخمة كما أكد رفض جميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم مشددين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية للقطاع لإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها وكذا ضرورة دعم وكالة الأونروا ليتسنى لها القيام بدورها الإنساني في هذا الإطار مع تأكيد ضرورة اتخاذ خطوات واضحة وملموسة من قبل المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بما يفتح المجال لتفعيل حل الدولتين باعتباره الأساس لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين ترجمة نانسي قنقر